السلام لبنات مرحبا بكم في قناة طالية ان شاء الله تكونوا كامل بالف الف خير اليوم فيديو جديدة وراح نشارك معكم طريق تحضير البوراك العنابي هذا البوراك تقليدي خاص بناس عنابة يجي هاي لبنين بزاف 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 كنت صايمة وصخفت عليه يعني ودرته لكم قلتوا علاش لا لا انصور لكم الطريقة هكا اللي مايعرفوش هذه الوصفة يستفادوا منها تبعوا معايا المقادير وطرق تحضير نحتاجوا لهذا الوصفة عندي فيوندها شي قليتها في شوية زيت الزيتون وملحتها ودرت لها فلفل اسود هذا ما كان عندي بطاطا غليتها في الماء وكما راكم تشوفوا هرستها ودرت لها شوية ملح شوية فلفل اسود عندي زيتون مقطع الى مكعبات بصل ثاني مقطع الى مكعبات شوية معدنوس فلفل ثاني حار مقطع وعندي البيض انا راح نشارك معاكم الوصفة الاصلية وانتم ما تقدروا تزيدوا فيها ويش تحبوا ثاني تقدروا تنقصوا المكونات اللي ما تحبوهاش ثاني تقدروا تزيدوا لهريصة تجي بنينة بزاف هنا اول حاجة راح نحطها هي البطاطا في الورقة ديولتاعي نحاول ما نكثر ش بزاف البطاطا خطر يجي البورك داعنا داع البطاطا يجي مزيت بزاف وجينا ثاني تقهم المهم ندير طبقة تكون شوية رقيقة داع البطاطا ومبعد نزيد لها باقي المكونات نزيد الفيانداشي نزيد البصل نزيد زيتون مقطع ثاني تقدروا تزيدوا تديروا زيتون الاسود يعطيه بنا هايلة ونزيدوا ثاني المعدنوس والفلفل ومبعد نزيدوا الفخوماج الفخوماج تقدروا تخيروا النوع اللي تحبوها ندرت الفخوماج داع المثلاثات انتو ما تقدروا تديروا اي نوع بغيتوه ومبعد في الاخير نكسروا عليهم بيضة كما راهي ما تخافوش ما هيش راح تسيح وراح نعط لكم طريقة كيفاه تهزوا البوراكتاكم هكا به ما تفتح الكمش وذلك راح نقف البوراكتاي بالطريقة هذي هنا احسن تخيروا يعني نوع مليحة الديول هكا به ما يتقطع الكمش ونطبقها بالطريقة هذي هنا تجي بوراكة كبيرة وتجي يعني تكفي الشخص واحد وهنا نهزها كما راكم تشوفوها هكا بالملعقة ونحطها مباشرة في المقلة ذلك راح نزيد نعود معاكم بوراكة واحد اخرى باها نزيدوا تشوفو الطريقة تفكرت صاحبتي المغربية هي مزوجة بجزائري وكي شافتلي استوغي تاعي درت البوراك هذا قلت لي يكزيستي البوراكة هذا صح قلت لها هي يكزيستي خاطر قلها زوجتها قلها ديري البوراكة العنابي هي ما تعرفوش قلت لي ما عرفت شوشي هو البوراكة هذا العنابي قلت لها مشهور عندنا ومعروف عندنا البوراكة تاع النابة يديروه بالطريقة هذي وهنا يجيو خاصة من الشرق الجزائري تلقاوا بزاف ليسناك ويعني اكلها تاع الشوارع الجزائرية سيختوف الشرق هنا احنا في باتنا وين تروحو تلقاوهم يبيعو هذي البوراك ويجيب بنين بزاف بزاف يفكرتني بذكريات تاعي تاع الجامعة وكي كنت تخرج معا صحابتي لازم نديو البوراك يجيب بنين خير من تاع الدارة هنا في نفس الوقت راني حطيت المقلة تاعي حطيت فيها شوية تاع الزيت وخليتها تسخن مليح الزيت ضروري لازم يكون سخون هكا باه البوراكة عنا ما يتشرب لناش بزاف الزيت ويجي مزيت وهنا ينهزو بالطريقة هذي ونحطو مباشرة في المقلة هنا ما على باليش علا هدرت مقلة صغيرة انتو ما ديروا مقلة تكون كبيرة شوية هكا باهتهزلكم البوراكة تاعكم بخس كوجي كبيرة وهنايا النار تكون نوعا ما قاوية ما تكونش قاوية بزاف ما تكونش قليلة هكا باهما يتشربش بزاف الزيت وكتيرو نار قاوية هذيك البيضة راح تقعد نية شوية يعني صفار تاع البيضة راح يقعد سايح انا نشتي هكا واذا تحبو الصفار تاع البيض ولا البيض بتاعكم يكون طيب مليح نقصو النار هذا مكان وهنايا حطيت صحن ودرت له سوبالا وهنايا نحطو يكتر مليح ويتنحالو الزيت تاع الزيت البوراكة عيرة هو واجد شاهدكم في الجنة ان شاء الله وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وانا اكيدة باللي راح تعجبكم وتقدروا تحطوه لداخل ويش تحبو يعني اي حاجة تحبوها تقدروا تحطوها لداخل شوفوا كيفا يجي يجي هايل ويجيب بنين بزاف بزاف وانا هنايا رافقتو مع شربة ميماشي شربة فريق درت شربة مرمز نموت عليها جيبنينة بزاف يعني المرمز تاع الشعير اللي مايعرفوش في بلاست الفريق جيبنينة وصحية خير من تاع الفريق درت النفس طريقة تاع شربة الفريق وفي بلاست الفريق حطيت المرمز وشاركتها معاكم ديجا في القناة نتمنى تكون عجبتكم الفيديو تاناة انهار اليوم واذا عجبتكم ما تنسوش تجعوني باللايكات ولي كومنتر وما تنسوش تاني تبختاجي الفيديو هكابه تدعمو القناة واذا تحبو تتبعو يومياتي معليكم غير تشتركو عندي في الانستغرام راح نخليلكم الرابط في صندوق الوصف وذلك الحقنا للنهاية على الفيديو انا نخليكم ونتلقاوا في فيديو قادمة ان شاء الله